اشتركوا في القناة يعني احب احكي بس حكاية عن المخطوطة الصينائية انها لما قامت الثورة الشعية في روسيا هي كانت النسخة دي اخدوها ودوها روسيا لان المكتشف لها فريدريك تشيندروف اللي هو دارج الروسي فراحت روسيا لما قامت الثورة الشعية ما بهمهمش اي حاجة تخص الكتاب المقدس لانهم شعيين فبعوها بنص مليون دولار في ذلك الزمن 1933 تقريبا في نفس اليوم بيعت اعمال فولتير بعق 10 سنت المتطاول على الكتاب المتطاول على الكتاب فولتير الفيلسوف الفرنسا الذي تطاول على الكتاب واللي قال من ضمن تريقته على الكتاب لن يمر ماءة عام الا ويدخل الكتاب المقدس الى المتاحف اعماله وهو نفسه دخل متحف لكن الكتاب المقدس والنسخة بتاعة تشندروف دي اللي هي النسخة السينية اتباعك كاغلى مخطوطة بيعت حتى ذلك الزمان نص مليون دولار هي الان محفوظة زي ما اكتب هنا في المتحف البريطاني تحت الرقم وهي بترجع لحوالي 350 ميلادية يعني في زمن مبكر جدا لتؤكد على صحة الكتاب المقدس يعني برضو لو احكي لك حكاية تانية عن حكاية 350 ميلادية جاء امبراطور روماني اسمه ديقلاديانوس ودمر الكتاب المقدس وبنى ما يثبت ان الكتاب المقدس دخل التاريخ واعدمه تماما جاء الامبراطور اللي بعده اسمه قسطنطين اعتنق المسيحية وامر انه على حساب الامبراطورية الرومانية تنسخ نسخ كثيرة من ضمنها النسخة السينائية وايضا النسخة الفاتيكانية والسكندرية تلت نسخ تعود الى زمان الامبراطور قسطنطين اللي جاء بعد ديقلاديانوس تمام اعتقد حضرتك تقصد النسخة دية المخطوفة الفاتيكانية الفاتيكانية صحيح تمام مظبوط وتحتوي على عدد كبير جدا من اجزاء الكتاب المقدس وايضا هذه النسخة السكندرية السكندرية بالضبط تمام كل دول يعني تقريبا اللي امر بكتاباتهم قسطنطين الكبير ويقول المؤرخون ان هذه النسخة الاخيرة السكندرية السكندرية كانت قاعدة انطلاق ترجمة شهيرة اسمها الكينج جيمس كينج جيمس تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة